انا بحضركم مرة تانية وبنستكمل مع بعض سلسلة انجليش in brief والنهاردة بنكمل اخر جزء من حديثنا عن الافعال وتحديدا المعدة verbs او الافعال النقصة والافعال النقصة اللي هي بتحتاج الى مصدر ليتمم تكوينها او يتمم معناها لو هنجي نتناول الافعال النقصة دي بالتفصيل هنلاقي ان هي كالقادي well would بتعبر عن وبنستخدموا من الحديث عن المستقبل shall و should shall بتستخدم برضو للحديث عن المستقبل و should والاتنين كمان بنقدر نعبر بيهم عن الادفايس عن النصيحة can و could يعبروا عن الابلتي او المقدرة او الاستطاعة should و would و could و might دول مش الماضي دول شكل اضعف من هذا الفعل اوكي may و might بيعبروا عن possibility الامكانية او الاتاحة و اخيرا must و ought to and have to بيعبروا عن necessity او الالزام او الضرورة وبينتهوا دايما يعني لازم بنحتاج نستخدم معاهم infinitive نستخدم معاهم المظبر التشورت دي انا الحياة جايبها لكم من موقع اسمه Learn English Today و اللي هو فيه بيعبر عن يعني الmother verbs الافعال النقصة او semi-mother verbs هو عامل هنا تفرئة مبين mother verbs وال semi-mother verbs هو معتابر انه have to او need to او able to be able to دول كلهم كأنهم semi-mother verbs عشان بينتهوا بال preposition to احنا مش هندخل في القضايا الخلافية هذي هو بيعبروا عن المقدرة والاتاحة والاقبار او السماح هنلاحظ هنا انه can بنقدر نستخدمها عشان نتكلم على ability والpermission والoffers استخدمها عشان نتكلم على القدرة زي Alex can swim Alex يستطيع السباحة Can I borrow this هل استطيع ان استعير هذا؟ انا بطلب هنا السماح بطلب الاذن offer عرض Can I help you؟ هلي ان اساعدك could could هي شكل اضعف من can بتعبر عن possibility او past ability السماحية او قدرات سابقة في الماضي والpermission السماح و request الطلبات possibility زي the story could be true who knows القصة دي ممكن تبقى حقيقية so I'm not sure 100% past ability Charlie could swim at the age of 4 Charlie كان استطيع السباحة في سن الرابعة okay permission زي could I use your phone انا بطلب هنا السماح باستخدام تليفون could I use your phone request like could I pass sorry could you pass me the soul to please ممكن تمرر لي الملح لو سمحت فانا بطلب طلب مهزب باستخدام could able to have to have to طبعا بتعبر عن obligation مش هكلم عليها دلوقتي may بتعبر عن possibility والpermission it may rain today ربما طمطر اليوم I'm not sure this is 50% permission بدي سماح في حاجة اوكي او بطلب برضو سماح في حاجة may I borrow your book ودي شبه جدا can I borrow this يبقى can و may اللي اتنين نقدر نستخدموه لطلب الاذن او لطلب السماح في فعل شيء might بتعبر عن slight possibility امكانية محدودة okay زي we might win a prize احنا يمكن نفوذ بجائزة but we are not this is not very likely to happen okay وبتعبر عن حاجة في الماضي برضو قلناها في الماضي عن سماحية في الماضي زي I set it my train انا قلت انها يمكن تمتر okay so this happened like this was a past prediction must بتعبر عن obligation او الالزام او الاكبار الاكبار انو لو الحاجة دي متعملت شيء هيبقى فيه نوع من العقاب او الجزاء فمثلا airline officials must wear uniform موظفي حجوزات تهيران لازم يرتدوا زي موحد ولو ما عملوش كده اكيد بيبقى فيه جزاء وطبعا خلينا متفقين ان كل الافعال دي نفيها بيكون باستخدام not انو not هي اداة النفي الوحيدة في اللغة الانجليزية اوكي من ناحية الجرامر يعني فكان can not could could not may may not and so on should is used to give advice عشان ندي نصيحة you should take your medicine regularly لازم تاخد العلاق بتاعك بشكل منتظم اوكي also logical deduction لما تعمل توقع منطقي he revised so he should pass the test بما انو ذاكر فهو من المتوقع ان هو يعدي الامتحان او تو قريبة من must في الاكبار ولكنها بتستخدم في النصيحة بشكل الطف شوية you ought to write to your grandmother يعني بغي ان انت تكتب لجدتك جواب shall بتكلم بيها عن future بس دافي اللي speaking والinformال يعني situations ما بستخدمهاش في الرتن ابدا وفي الoffers I shall be in London on Friday انا هكون في لندن يوم القمعة shall I order a taxi اطلب لك taxi well future tense بعبر بيها عن المستقبل والinvitation will you join us for coffee تشرب معينا القهوة ديكت كل حاجة عن الماضي الانهاردة اتمنى ان الفيديو كان مفيد بالنسبة لكم بعتذر مرة تانية عن انغاء الحصة السابقة شكرا انيكم واشوفك على خير الاسبوع الجاي شكرا شكرا شكرا